نصائح هامة للإعلان على اليوتيوب بشكل أكثر جودة وربحية بناء على توقعاتك وأهدافك سوف تختلف طريقة استخدامك لإعلانات اليوتيوب إذ يمكن استخدام الإعلان على اليوتيوب لبناء الوعي بالعلامة التجارية أو التأثير على قرار الشراء أو زيادة المبيعات أو زيادة الولاء للعلامة التجارية وإليك أفضل الطرق والنصائح التي تساعدك على عمل ذلك أولا اختيار نوع الإعلان المناسب بما يتوافق مع علامتك وجنهورك هناك العديد من أنواع الإعلانات على اليوتيوب كما هو معروف وحكا تحقق الصدى المطلوب ورد الفعل المناسب من حملاتك الإعلانية يجب عليك اختيار نوع الإعلان بحكمة والتفكير في هدفك الأساسي من هذا الإعلان على سبيل المثال إذا كنت تهدف من حملتك إلى زيادة الوعي بالعلامة التجارية فالإعلانات الصغيرة الغير قابلة للتخطي Bumper Ads سوف تكون مثالية كذلك إذا كنت تهدف إلى زيادة معدل الزيارات على موقعك أو الرغبة في اكتشاف الجمهور لعرض أو منتج ما سوف يكون من المثالي استخدام إعلانات Overly Ads ثانيا استفد من خيارات الاستهداف التي يقدمها لك اليوتيوب تماما مثل ما تفعل عند الإعلان على المنصات الاجتماعية الأخرى مثل فيسبوك وتويتر وجوجل وغيرها يجب أن تنتبه جيدا إلى الجمهور المستهدف من إعلاناتك فمع وجود الملايين من مشاهدي مقاطع الفيديو على اليوتيوب لا يجب أن تهدر الأموال على مشاهدات غير ذات صلة ولن تهتم بعروضك يتيح لك يوتيوب قدرا كبيرا من المرونة من أجل الاستهداف الجيد لجمهورك بناء على عدة عوامل مثل الاستهداف الديمغرافي أو استهداف طبقات وشرائح معينة من الجمهور على سبيل المثال إذا كنت تستهدف بيع منتجات أطفال فمن المنطقي أن تستهدف شريحة معينة من النساء المتزوجات مما لديهم ميل سابق للتفارل مع إعلانات مماثلة ثالثا قم بحث الجمهور على اتخاذ قرارات أو إجراءات معينة باستخدام إعلانات الفيديو يمكنك تحديد الإجراء الذي تريد أن يتخذه الأشخاص على سبيل المثال زيارة موقع الويب الخاص بك حتى يتمكن الأشخاص من رؤية منتجاتك والتعرف على علامتك التجارية وكذلك مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو على قناتك على اليوتيوب مما يساعدك على توسيع نطاق وصولك وبناء الوعي بعلامتك التجارية رابعا إعادة الاستهداف Remarketing يمكنك عرض إعلانات مخصصة Personalized للجمهور بناء على تفاعلاتهم السابقة مع مقاطع الفيديو الخاصة بك أو موقعك الإلكتروني يعرف هذا بإسم إعادة الاستهداف أو تجديد النشاط التسويقي للفيديو Video Remarketing عن طريق هذا النوع من الإعلانات يمكنك تعزيز رسالتك ومنتجاتك وخدماتك المختلفة مع أشخاص أبدو اهتمام بالفعل من قبل بعلامتك يعمل هذا النوع من الإعلانات على تحسين العائد على الاستثمار بشكل كبير إذ صرح المعلنون الذين يقومون باستخدام هذا النوع من الإعلانات عبر عرض إعلانات الفيديو على الأشخاص المهتمين بمنتجهم أو خدماتهم أعلنوا ملاحظتهم لارتفاع ملحوظ في عائد الاستثمار الخاص بهم إنشاء محتوى جذاب ومقنع وواقعي مع وجود كم من هائل أو كبير من الإعلانات على فيديوهات اليوتيوب ووجود خيارات تجعل المستهلكة يمكنه تخطي الإعلان بعد عدة ثوان فمن الهام للغاية التركيز في النهاية على المحتوى الخاص بالفيديو عليك إنتاج محتوى جذاب وعالي الجودة ولا يتسبب في أي نوع إزعاج للمشاهد عليك بالطبع التركيز بشكل كبير على الثوان الأولى والعمل على الجذب انتباه المشاهد من خلال تشجيعه على الاستمرار في المشاهدة للنهاية أو اتخاذ إجراء معين ترغب فيه اجعل إعلانك واقعي يعذر عن العميل واهتياجاته ويبدو بشكل طبيعي وقصلي ومختلف بعد أن تناولنا أكثر الأنواع الشائعة في إعلانات اليوتيوب وأهم الطرق والخية التي تساعدك على تجعل إعلانك أكثر جودة وربحية ومختلف بشكل طبيعي وقصلي ومختلف